بقدم يتيمة هي كلما تبقى من أيام ركضه في الدروب الزاكية بنشوة العمر وعلى كرسي من ألم وأمل يتكي عبد الله بعد أن تبدلت حياته وتغير نمطها فصار حبيس الإعاقة فائضا عن الحاجة كان عبد الله عائدا من الوادي إلى منزله عندما انفجر به لغم أرضي أدى إلى بترساقه اليسرى وكغيره من المدنيين من فقدوا أعضاءهم ضحية ألغام زراعتها الميليشية في الطرقات على هيئة موت فكان موتهم من نوع آخر أطلت معه حياتها أولاء وشلت حركتهم أنا أحايد من الوادي إلى البيت كرح في اللغم جاءت من المقاومة سعفتنا وصلنا لمستشفى وتم بتر الرجل هذا التهابة الغريرة فيها والثاني فيها كسور وبلوط والحمد لله على كل حال زراعة الموت الجريمة الأبشع في قلب المعادلة الإنسانية والصورة الأكثر تعبيرا عن نحشية وإرغاب الميليشية وحقبها على الأرض والإنسان هنا الجوف المحافظة التي تنهجها الحرب منذ أكثر من عامين لم تفق يوما على واقع غير الحرب وما كل شبر منها إلا وأشعلت فيه الميليشية النار وزراعة الألغام لقد زراعة الميليشيات الحوذي بمحافظة الجوف ألاف الألغام في الطرقات في المزارع بالأخص في الطرقات العامة مما أدى إلى قتل مئات الأشخاص من الأبرياء حقول من الألغام لم تتوقف فيها الميليشية من زراعة الموت فأكثر من 35 ألف لغم زراعة الميليشية في أراضي وصحار الجوف وفقا لإحصائية رسمية فيما يقدر عدد ضحايا الألغام بمئتي ضحية حسب إحصائيات غير حكومية وما تزال الميليشية توزع ألغامها لتغتال قلب الحياة قبنا بنزع كمية كبيرة من الألغام من عدد من مناطق وجبهات الجوف وكذلك هذه الألغام لم نعرف من قبل لا نحن ولا أجدادنا أنها زرعت في هذه الأرض ولم تزرعت في محافظة الجوف من قبل أنت موت بالنار أو بانفجار لغم أرضي لم يعد ذلك يشكل فارقا بالنسبة للمواطنة في محافظة الجوف ومساحاتك المزكومة بالموت فمن السهل نزع الألغام من تحت الأرض لكن تبقى الألغام رؤوس في مساحات الحرب المفتوحة كثيرون هم ضحايا ألغام الميليشية التي زرعتها في الجوف تختلف الجريمة أو تتماثل لكن الضحية واحدة علي الجرابي قناة بلقيس الجوف ترجمة نانسي قنقر